يماطل في أداء الدين يقطع المعروف يقطع المعروف أن يعاقب يعاقب أو أن يعاقب أو يطلب معاقبة هذا الرجل المدين الذي يماطل في أداء الدين اليوم 10 ألف ليرة تركية تساوي 300 دولار أو 350 دولار يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار الناس أحسنهم قضاء المماطلة في أداء الحقوق والتأخر في سداد الديون أصبح عادة الكثيرين حتى صار الناس يتخوفون ويمتنعون عن الإقراض وفعل الخير والمعروف فما حكم المدين الذي يتأخر في سداد دينه مع قدرته على السداد وهل يجوز لصاحب الدين أن يلزمه بغرامة مالية بسبب تأخره عن سداد الدين وكذلك الالتزامات المترتبة على الأشخاص في عقود العمل والاستصناع إذا تأخر العامل عن إنجاز العمل في الوقت المطلوب فيترتب على صاحب العمل ضرر نتيجة التأخر فما الذي يستحقه من تعويض في هذه الحال في هذه الحلقة من برنامج جرهم ودينار نتعرف على حكم غرامات التأخير من خلال استضافة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو المتخصص في المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا بكم أخي أحسن الله إليكم وإليكم بداية دكتور التأخر في سداد الديون والمماطلة في أدائها أمر شاع وانتشر بين الناس كثيرا حتى صار بعض الناس يتخوفون أو يمسكون عن الإقراض وعن فعل الخيرات بهذا السبب فما حكم الشرع في المدين المماطل الذي لا يسدد دينه مع القدرة على ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه اللهم أردنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سوا أما التأخر عن سداد الدين والمماطلة في أدائه فأمر حرام قد حرمته الشريعة وورد التحذير منه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم مطل الغني الذي يجد مالا يسدد به الدين مطل الغني الظلم وكما هو معروف قال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لي الواجد يحل عقوبته وعرضه لي الواجد يعني اللي هو المماطلة في سداد الدين والواجد هو الذي يجد يعني أنت عندك ما تسدد الدين به هذا اللي وهذه المماطلة يحل لمن للدائن أن يعاقب أو أن يعاقب أو يطلب معاقبة هذا الرجل المدين الذي يماطل في أداء الدين يحل عقوبته يعاقب لو دعي عليه في القضاء يعاقبه القاضي يقوم بأمر مخالف للشرع وهذا الرجل الذي أعطاك المال أحسن إليك أحسن إليك أقرضك وقال عليه الصلاة والسلام خيار الناس أحسنهم قضاء فهذا الرجل الذي يأخذ المال ويماطل في أداء الدين هذا في الحقيقة يتعرض لصخط الله كونه يظلم الدائن وهو يعرض نفسه للعقوبة وإذن يعرض نفسه لأن يقع هذا الدائن في عرضه قال كما بينت يحل عقوبته بعرضه يعني للدائن له الحق أن يقول أمام الناس فلان لا يؤدي الحقوق فلان أكل حقي فلان لا يؤدي لي حقي فلان كذا يحل هذا أمر جائز فضلا أن هذا الذي يماطل في أداء الدين يقطع المعروف يقطع المعروف لماذا الناس اليوم لم تعد تجرؤ على أن تقرض الناس تطلب اليوم ربما قرضا بمبلغ يسير 100 دولار و200 دولار لا تجد أحدا يعطيك وقد تجد من عنده هذا المبلغ لكن بشيوع المماطلة شيوع الجحود الحقوق وكلما طالبه الدائن يطنش ويولي ظهره ويغلق الجوال ولا يرد على الرسائل خلاص هو قطع المعروف قطع المعروف لذلك تأخر في أداء الدين والمماطلة في سداده حرام في الشرع وصاحبه مستحق للعقوبة دكتور هل يجوز للدائن أو للمقرض أن يلزم المدين أو المقترض بدفع غرامة مالية إذا تأخر عن السداد من باب لا ضرر ولا ضرار خاصة إذا كان الدائن تاجرا وربما استفاد من هذه الأموال في تجارته إذا لم تسدد في الوقت المطلوب في الحقيقة مع أن الشريعة قد شددت كثيرا في موضوع التأخر في سداد الدين والمماطلة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته بأنه يعني يجوز له أن يعاقبه عقوبة جائزة وللدائن أن يتكلم في حقه ويحذر الناس ويدعي عليه في القضاء لكن لم تجز الشريعة للدائن أن يتقاضى من المدين أي غرامة مالية لأن هذه الغرامة المالية التي سيأخذها مثلا أعطاه ألف دولار وتأخر في سدادها فإن أخذ منه ألف ومئتي دولار هذا المبلغ الزائد يعد في الشرع زيادة رباوية غير جائزة وقد قال وردت القاعدة كل قرد قاعدة المأثورة كل قرد جر نفعا فهو ربا كل قرد جر نفعا فهو ربا وهذا القرد إذا جر زيادة هذه الزيادة يعدها أهل العلم وإن كانت هذه الزيادة مقابل تأخر المدين في أداء الدين يعدها العلماء من الزيادة الرباوية والربا كما هو معلوم أمر حرمته الشريعة يا إهلا الدين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين دكتور ذكرتم أنه لا يجوز أن يغرم المدين المماطل بأي غرامة مالية نعم طيب ماذا لو انخفضت قيمة الدين كثيرا مثلا كان الدين بالليرة السورية أو بالليرة التركية فهنا وما طل هذا المدين كثيرا حتى لحق ضررا بالدائن ضررا كبيرا فهنا هل يجوز للدائن أن يطالب بالتعويض أو أن مثلا يطلب أن يسدد الدين بالدولار مثلا أم له أن يطالبه بغرامة هنا هنا غرامة كما قلت لا يطالب بغرامة لكن له في هذه الحال نعم إذا أقرض رجل رجلا أو قدم له دينا بالليرة السورية أو التركية وتغيرت قيمة الدين وماطل هذا الرجل المدين ماطل ماطل أخذ الدين مثلا بالليرة السورية وكانت ليرة السورية بخمسمائة دولار الآن الدولار بخمسة عشر أو أربعة عشر ألف ليرة يعني صار هناك انخفاض كبير جدا أو كان بالليرة التركية ليرة تركية كانت بسبع ليرات دولار ثم صار بخمسة أو أربعة عشر ليرة ثم صار أيش الآن نتكلم بالثلاثين ليرة تقريبا تقريبا فهذا الفرق الكبير إن كانت هذه المماطلة حصل خلال المماطلة فلداء صاحب الدين أن يطالب المدين بفرق العملة فرق العملة كاملا فرق العملة كاملا إذا كان مماطلا في أداء الدين ولم يعطيه يعني أعطاه مليون لرسولي كانت تساوي مثلا تساوي ألفين دولار يعني مليون لرسولي الآن يأخذ منه المليون لرسول ويدفع المدين هذا الفارق بينه في فرق العملة لأنه تضرر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر كذلك في الليرة التركية أعطاه عشرة آلاف ليرة تركية كانت تساوي ألف دولار اليوم عشرة آلاف ليرة تركية تساوي ثلاثمائة دولار أو ثلاثمائة وخمسين دولار فيأخذ منه العشرة آلاف ليرة تركية الآن ويطالبه بفارق فارق العملة كاملا ليس نصف الفارق كاملا لأنه مدين مماطل نعم بارك الله فيكم نعم متابعين الكرام نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بالعودة إليكم متابعين الكرام مع فضيلة شيخ الدكتور إبراهيم شاشو نتكلم عن حكم غرامات التأخير أحسن الله إليكم دكتور الله إليكم دكتور بالنسبة لتنفيذ الأعمال مثلا كالاتفاق مع ورشة عمال أو مع متعاهد ما لبناء شقة سكانية أو لتنفيذ عمل ما في منزل ما فهنا قد يشترط صاحب العمل على المتعاهد أنه إذا تأخر في تسليم الشقة أو في تنفيذ هذا العمل أن يدفع غرامة ماليا فهل هذا الشرط جائز وما حكم أخذ هذه الغرامة من قبل صاحب العمل هنا المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناها في الأسئلة السابقة هنا غرامة التأخير والمال الذي سيأخذه المشترط ليس زيادة رباوية ولا يعد زيادة على القرض نحن تكلمنا أن القرض والدين النقدي الدين المالي النقدي هذا الدين النقدي لا يجوز أن يأخذ الدائن عليه أي زيادة باسم الغرامة أو غير الغرامة إلا إذا كان كما قلت كان بعملة والعملة انهارت يأخذ فرق العملة أما هنا الالتزام الذي التزم به هذا العامل هذا المقاول هذا المتعاهد هو عمل وقد تأخر في العمل يعني على الأساس أن يسلمني الشقة في بداية العام تأخر ستة أشهر هذا كبدني خسارة أنا استأجرت بيتا ستة أشهر دفعت ستمائة دولار لي أن أطالبه بأجرة الستة أشهر نعم يجوز بدون الشرط وبالشرط أيضا جائز فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحلى حراما أو حرم علنا هذا شرط جائز أنا أقول لك أنت أطلب منك أو من العامل أن يدهل لي البيت أن يبلط لي الشقة يدهل لي الشقة أو يصنع لي أمرا خزانا أو يصنع لي دكانا أو يصنع لي أي شيء هذا عمل طلب منه عمل وتأخر في أداء العمل وقلت له إذا تأخرت علي في العمل أنا سأتضرر أنا مطلوب مني عمل معين أنا فطلبت منك أن تصنعه لي كي أقدم كي أنتفع به فتأخرك أدى إلى إلحاق الضرر بي وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر ضرر وقال العلماء الضرر يزال فأنت أطلب منك أن تعوضني عن الضرر ولا يستطيع أن يقول هذا فائدة لا ليست فائدة رباوية الفائدة الرباوية عندما تكون الزيادة على القرض على الدين كل قرض جرى نفعا فهو ربا هنا ليس قرضا هنا عمل طلب منك عمل وأنت قصرت وأنت مقصر فأنت مفرط وأنت متأخر فعليك أن تدفع لي التعويض وإن كان هناك شرط فهو أولى والمسلمون عند شروطهم فالتزم بالشرط الذي شرطه على نفسك ومن شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه قال العامل أنا أسلمك الشقة في بداية في رأس السنة وكل يوم أتأخر عن تسليم الشقة أنا أتحمل كذا مقدار من المال هذا أمر جائز إن شاء الله دكتور قد يشترط التاجر إذا اشترى بضاعة من معمل ما أو من تاجر آخر أنه إذا تأخر التسليم عن الموعد المحدد فإنه سيغرم كل يوم مبلغ ماليا مثلا كمئة دولار كل يوم تأخر فهل هذا الشرط جائز وهل يجوز أخذ المال من قبل التاجر يأخذ حكم المسألة السابقة نعم نعم هو عمل أنا أطلب منك أن تسلمني البضاعة يعني طلبت منك طلبية لتصنيع مثلا أدوات أشياء أو طلبت منك سيارات اشتريت منك سيارات وقلت لي السيارات تصيلك في الوقت الفلاني فإذا تأخرت عن تسليم السيارات التي اشتريتها منك وهي موجودة عندك مدة معينة أنا قد أتضرر لأنني أنا سأبيع السيارات وربما إذا تأخرت علي في تسليم السيارات سيتهبط الأسعار نعم لأن أشترط أنه إذا تأخر السيارات فأنا لا يعني ألزمك بتعويض عن كل ضرر يلحق به نعم دكتور قد يريدنا سؤال في هذا الصدد فضل مثلا شخص صدم سيارتي سيارة صدمت سيارتي أو دراجة نارية صدمت سيارتي وقام هذا الصادم بإصلاح السيارة بعد أن تضررت قام بإصلاحها على أتم وجه وأكمل إصلاح ولكن كما تعلمون دكتور السيارة التي عمل بها حادث تخف قيمتها نعم فهنا هل أطالبه بهذا الفرق أم لا يجوز لي أن أطالبه نعم تطالبه بكل نقص في قيمة السيارة نعم يعني الضرر يزال معنى يزال بقدر الإمكان ليس فقط تصليها ليس فقط يعني أنا السيارة حصل بها هو معلوم مهما قام بالإصلاح نعم فستنخفض من السيارة فمدام المسؤول عن الحادث هو الصادم يتحمل كافة الأضرار نعم كافة الأضرار تلاحقت بالسيارة الأضرار المادية من إصلاح الأشياء التي حصل بها تلف من زجاج ومن حديد وأيضا السيارة هناك سيارات بمجرد حصول أي حادث تنخفض قيمتها ألف دولارات هو يتحمل مادام هو الذي تسبب تسبب وهو المسؤول عن الحادث والقاعدة تقول المتسبب ضامن إذا تعدى أو فرط فهو مادام متعديا أو فرضا يتحمل كافة الأضرار الحالية والتي ونقص القيمة إذن يتحمله الصادم جزاكم الله خيرا دكتور وأحسن الله إليكم وإليكم أخير كبيرا إلى هنا متابعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء والشكر موصول لكم على حس متابعتكم انتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم درهم ودينار دمتم بحظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر